يعني انا اعتقد ملف كورونا الفترة دي لازم يكون فيه تركيز كبير وحنا هنحاول على قد ما نقدر من خلال مرسلين او من خلال هنا البرنامج ان احنا نوصل لحضراتكم الجديد دايما وخليني اقرأ برضو بعض الصحف اتكلمت ازاي عن موضوع كورونا هنا من موقع بي بي سي برضو بيتحدثوا ان كورونا فيروس فيروس ايسوليشن بيريد هي اللي هي فترة العز اتمدد اكستندت فروم 7 تو 10 ديز يعني دي كمان اهي معلومات جديدة احنا عمليين نكتشفها وربنا يسر على الويف التاني او يعني على الموجة التانية ان ممكن يبقى فيه حاجات احنا خلاص كمان ايه يعني فيه مشاكل اكتر او فيه تبعات اكتر واسوأ كمان ممكن ان احنا نواجهها خليني يقول لحضراتكم كمان نشر المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية كان انفو جراف حول الجدول الزمني للخروج من العزل للاشخاص اللي شخصت حصابتهم بيروس كورونا حيث ان مفروض في حالة ظهور النتائج ايجابية بيعتبر يوم الاختبار هو اليوم الاول من فترة العزل واللي بينبغي ان تستغرق هنا 10 ايام بالاضافة ل3 ايام اخرى بدون ظهور اعراض هنا بنتكلم برضو ان الحد الادنى لمدة العزل 13 يوم من الخروج من العزل في اليوم الرابع عشر او لاحقا اذا استمرت الاعراض اصلي كمان الارقام ابتدت تبقى مخيفة الحقيقة وخصوصا في الفترة الاخيرة مهم جدا نقول لحضراتكم انه بيبلغ عدد حالات المصابين بيروس كورونا في جميع انحاء العالم اكتر من 43 مليون شخص بطبيعة الحال بتتصدر الولايات المتحدة الامريكية هذه قائمة باكتر من 8.700.000 مصاب بيروس كورونا تليها الهند ب7.900.000 اما البرازيل فتأتي في المرحلة الثالثة او في المركز الثالث انجاز التعبير ب5.380.000 مصاب بكوفيد 19 يعني خليني بس اقول حاجة برضو مهمة ان احنا هنا كوسائل اعلام مهم ان احنا ننقل لحضراتكم ويعني نكون برضو مرآة اللي بيحصل على الاول مخاطر كورونا وننقلها لحضراتكم امبارح وزارة الصحة بقى لو هنتكلم بالارقام اعلنت اخر ارقام كورونا تم تسجيل تحديدا 167 حالة جديدة ووفاة 12 حالة جديدة ده بس مبارح فاحنا كل يوم هنتبع مع حضراتكم يعني بس طبعا الارقام اعتقد في زياد مستمر يعني مش عارفة مش عارف الموضوع ده انهايته ايه ربنا يسطر ان شاء الله علينا جميعا وعلى العالم كله في اللي جاي وعاررياضة احنا كل شوية بنشوف اسم يعني رياضي كبير بيصابوا منهم اللي بيتوفوا منهم الحمدلله اللي بيخف لكن طبعا الموضوع مقلق على كل الاسعادة ربنا يسترع كله وبنتمنى اكيد الشفاء العاجل لكل المصابين سواء بكوفيد 19 او بغيره من الامراض اللهم امين طيب دعونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل كلام نتحضر